وصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية عقب المناقشة توافق المجلس على مواد القانون الضمنية حتى المادة العاشرة على أن يستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة جلسة عامة جديدة هاقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين وخلال الجلسة واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية حيث كان قد أتم أمس الموافقة على المادة الأولى بالقانون بينما أبدأ عدد من النواب مقترحاتهم إزاء باقي المواد إحنا لو عدلنا النص وخلنا توفير الخدمات والكوادر الخاصة بالتحول الرقمي بالتحول الرقمي لتنفيذ المبادرات المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات هنا سيادة الرئيس عملنا إيه؟ إذا في يوم من الأيام بقى في الحكومة عايزة مثلا عندها مشروع استثماري مشروع سياحي وتحت له جزء خاص بالتحول الرقمي فهنا أصبح مغطى في القانون لكن هنا بنصه الحالي المقدم من اللجنة هي مخصصة فقط للمشروعات الخاصة بالتحول الرقمي ومحجمها سيقدم في آخر فقرة ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير إيه حالة غيابه أو خلوه منصبه وعاقب المناقشات وطرح مقترحات من قبل النواب وافق مجلس الشيوخ على مواد القانون الضمنية حتى المادة العاشرة على أن يستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة اشتركوا في القناة